الزحف اللي اسمه أيضاً حتى الديمقرافي والانتقال من مكان إلى آخر ممكن هذا ربما عام الرئيسي بس الثقافة شوف للصراحة يعني تحس أن في تعز الثقافة أكثر الوعي الوعي والإدراك لقيمة تراثك أنه هذا لازم ما يموت ما ينفعش يموت هذا كله جمال وللآن المرأة التعزية تلبس اللبس التراثي في كل أرياف تعز للآن وهذا ما يجعل الأزياء في تعز غنية للآن تنتقل مثلاً على حضر موت والمهرة وهذه المناطق التي تحسها قريبة للصحراء أكثر قريبة للمناطق الترابية أكثر النخيل تلاقي مختلف تصاميمها مختلفة بس الستارة اليمنية والمصون اللي هو الأسود والأحمر هذه تعتبرها ما المصون؟ المصون في أي يقول له الصونة أعتقد الصونة عندما تقول جدتي تقول الصونة 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 قد تختلف عرض الخطوط وطولها من مكان لمكان بس هو المصون الأصلي هو برضو يعتبر صنعاني هم بيصنفهم صنعاني ولكن هم يمني ما كانش في حاجة صنعاني أنت مشكورة يعني مع محمد سبا وكان ضيفي قبل أيام تسعون جاهدين لأن توثقوا هذه المفاهيم والتفاصيل الصغيرة في حياة فلكتورينا الشعبي هو على الصعير الشفاهي وأنت أيضا تساعدينه على الصعيد الملموس لمن توثقون وهل هو كافٍ إذا ما تحدثنا عن موروث يوشك على الاندفار اليوم بمختلف المشارب سواء كان فيما يتعلق بالزي فيما يتعلق بالهازيج فيما يتعلق بالملالات فيما يتعلق بالمهيد فيما يتعلق بالأمثال الشعبية وبالحكاية والأساطير كلها اندثرت يعني هل هذا التوثيق كافي وكفيل بإعادة ما تم ضياعه؟ رأيي طبعا الشخصي رأيي الشخصية عيسى لا لسه مش كافي بس إحنا قطعنا شوط كبير فإنها نوثق أهم الأزياء وأهم الزخارفة المعمارية فيه كثير أبهروني في معرض السعودية في الرياض معرض أسلاف الزخارفة المعمارية اليمنية معك كثير تصانف فأبهروني كلهم وقطعنا شوط كبير فيها احنا هذا الشي بنعمله الأجيال اللي عاد شي احنا الآن في زمن الجيل الجديد ما بيفهمش حاجة عن بلده هو حافظ حاجة واحدة بلدي حلوة بس فيها حد بس طب التفاصيل الأخرى ويني طب ثقافتك فيني طيب الدلالات هذه اللي انت تشوفها مجرد رسومات ممكن بس تعجب فيها كمنظر لكن لها عمق آخر ممكن يحييك من جديد فهذه الأشياء نغرسها في الجيل اللي جاي لما كل واحد من الجيل يطلع ويوعى إن فيه معارض فيه أشياء تخص بلده بيروح هو بنفسه وبيثقف هذا اللي بنلاحظه طبعا سواء في الجالية هنا ولا في الجالية في جميع البلدان بيفرحوا بيمبسطوا إن فيه معرض أو شيء علشان يروحوا ويستمتعوا ويتعرفوا أكثر بتراث بلدهم من كل نواحي الكتب ليست كافية كما أشرتي لكن ليش لأن الكتاب أصبح مهجورا يعني للأسف الشديد في أوساط المتعلمين اليوم فما بالك بالجيل اللي ذكرته قبل قليل والذي تربى وترعرع على ثقافة العدو والخصم والحرب والجبهة والرصاص وهذه مشكلة لكن ربما هناك وسائل أخرى تتمثل بالدراما الدراما وأنت نجمة تلفزيونية جميلة منال مش هتغزل بك لا بس أقول لك عني جميلة الله يساعدك تمام؟ هذا النوع أيضا كيف تسهم وسائل أو شركات الإنتاج في تغذية هذا الفكر الذي أشرت إليه وإصاله أيضا كنوع من المدرسة التلفزيونية للمجتمع نرى بصراحة كانوا يبدو الوجود يعني بالذات المسلسلات اللطيفة التي هي الريفية يحاولون أنهم أنهم يطلعوا الكثير من الأشياء المندثرة في أغلب المسلسلات لكن تلاحظ إيش أنه في فترة الأخيرة بدأ الموضوع يقوى أكثر يعني بدأت الآن بدأنا نعمل دراسات لكل نص سينتج إذا كان في المدينة أو كان في الريف والريف هذا في أي منطقة بالضبط وهل إحنا نقدر نعمل إضافات جميلة لكي نحيي هذه المنطقة من جديد وهذا بتلاحظه إن شاء الله في إذن الله كمان في عمل قادم إن شاء الله بإذن الله نعم